اشتركوا في القناة في المركز الاول بينما المركز الثاني الشارد ينطلق هنا لسيد راشد بن محمد مسيف بن عبدالله بن عفرة لمطيع من ياتينا على المركز الثاني وفي المركز الثالث والقادم هنا شعار بن حلوة النشبي مطر بن سعيد بن حلوة ليكتبي وهناك نايف لسيد حميد بن سالم بن مصر بالقبع المنصوري منطلقا على رابع المراكز وفي المركز الخامس مغادر مغادر هنا خليفة بن ثاني بخليفة بن أحمد الرميثي من ياتينا خامسا وفي المركز السادس المركز السادس من الجانب الآخر على سادس المراكز هنا منطلقا بالتحديات الجميلة والإثارة المتميزة شعار بن لاحج ياتينا هناك كفو أحمد بن مطر بن سيب بن لاحج الهايري من ينطلق على المركز هنا السادس وفي المركز السابع المركز السابع متع بياتينا هنا على المركز السابع وملكيته أحمد بن محمد بن نغاش العامري من ينطلق هنا على المركز السابع وفي المركز الثامن يأتي براق لحميد بن حارب بن حميد لمهيري هنا منطلقا رعد ربح بهذه الانطلاقات الجميلة تاسع مراكزنا هنا في هذه اللحظات هيلان العلي بن ناصر بن علي النعيمي وعلى المركز العاشر المركز العاشر هنا مداهم لسيب بن سلطان بن محمد العرياني مع مداهم على المركز العاشر هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذه الانطلاقات والتعديات خلف المراكز العشرة الأولى أيضا أسامي تتواجد هناك شعارات هناك أسامي لها وزنها وثق لها نعود مشاهدين الكرام إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول إلى الفارس على الصدارة الفارس على المقدمة وعلى المركز الأول راشد بن علي بن عبيد بن غدير من ينطلق مع الفارس على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول الشارج في المركز الثاني راشد بن محمد بن سيب بن عبدالله بن عفرة لمطيع من ينطلق مع الشارج على ثاني المراكز مراكزي وفي المركز الثالث المركز الثالث هنا والمنطلق النشمي مطر بن سعيد بن حلوة لاقتبه مع النشمي على المركز الثالث وفي المركز الرابع المركز الرابع متع بياتينا على المركز الرابع بهذه التحديات الجميلة هنا احمد بن محمد بن نغاش العامري من انطلق بالتحديات الجميلة هنا على المركز الرابع بهذا الأداء المميز الجميل المركز الخامس المركز الخامس مغادر خليفة بن ثاني بن خليفة بن أحمد الرميفي مع مغادر من ينطلق بالتحديات المتميزة وصل هنا هيلان وصل بهذه الانطلاقة والتحدي الجميل علي بن ناصر بن علي النعيم وهناك من الجانب الآخر نايف نايف الحميد بن سالم بن مصر بالقوبة المنصوري والقادم هنا شهين حمد بن محمد بن عسيكر المري أيضا بأول ندى بهذه الانطلاقة الظهاري مبارك بن محمد بقرايط الحامري أيضا قدومة مميز وجميل مشاهدين الكرامي بهذه التحديات والإثارة المركز الثامن المركز الثامن والقدوم من براغ براغ نحميد بن حارب بن حميد لمهيري هنا من يأتينا ثامنا المركز التاسع تأخر نايف نحميد بن سالم بن مصر بالقوبة المنصوري وعلى المركز العاشر المركز العاشر هناك في التحديات الجميلة ومغادر لقليفة بن ثاني بقليفة بن أحمد الرميثي هنا على عاشر المراكز هذه هي الانطلاقات تهي التحديات تهي الإثارة مشاهدين ومتابعين الكرامي نعود إلى صدارة هذا الشهوط نعود إلى الفارس المسيطر على زمام الأمور المسيطر على المقدمة وعلى المركز الأول الفارس هنا بانطلاقته وتحدياته راشد بن علي بن عبيد بن غدير نكتبي على الصدارة وعلى المقدمة المركز الثاني المركز الثاني الشارد هنا مع البيئمع بن عفرة هنا من طريقا راشد بن محمد بن عبدالله بن عفرة لمطيع من يأتينا على المركز الثاني والمركز الثالث متعب هنا على المركز الثالث متعب المنطلقا بتحديات جميلة وإثارة متميزة أحمد بن محمد بن نغاش العامري من يأتينا هذه الانطلاق مع متعب على المركز الثالث والمركز الرابع النشمي النشمي مطار بن سعيد بن حلوة اللي اجتبه والقادم بو خرايط مع ظاري ظاري مبارك بن محمد بو خرايط العامري مع ظاري هنا من ينطلق بالتحديات والإثارة على المركز الخامس المركز السادس يأتينا شاهين حمد بن محمد بن عسيكر المري والمركز السابع هيلان هنا منطلقا علي بن ناصر بن علي النعيمي من ينطلق على المركز السابع بالتحديات والإثارة المتميزة المركز الثامن المركز الثامن وصل مرحب أحمد بن محمد بن غنام الهاملي مع مرحب هذه الانطلاق الجميلة وبراق براق حميد بن حارب بن حميد المهيري منطلقا أيضا بأدائه الجميلة على تاسع المراكز وهناك أمغادر خليفة بن ثاني بخليفة بن أحمد الرميثي على المركز العاشر هذه هي الأسماء هي الشعارات هي الانطلاقات هي التحديات الجميلة مشاهدين ومتابعين الكرام خلف العشر المراكز أسامي أسامي أيضا تتواجد خلف المراكز العشرة الأولى نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة نعود إلى المركز الأول هنا في مسيرتنا مع حزام الغابات حزام الغابات في هذه التحديات حزام الغابات في هذه الميدان والثلاثة كيلومترات ما تبقى على نهاية هذا الشوط والفارس لا زال مسيطر الفارس لا زال منطلقا راشد بن علي بن عبيد بن غدير لاجتبي وظاري يتسلل ظاري يتسلل نبارك بن محمد وخرايط العامري من الجانب الآخر على المركز الثاني والمركز الثالث المركز الثالث النشمي في المركز الثالث مطار بن سعيد بن حلوة لاجتبي ومتعب أحمد بن محمد بن دغاش العامري هنا بهذا الأداء وهذا التحدي المميز الجميل والقاه هنا شارد الشارد في صلب المنافسة الراشد بن محمد بن سعيد بن عبدالله بن عفرة لمطوعي وعلى المركز السادس المركز السادس هيلان هيلان هنا على المركز السادس بهذه الانطلاق علي بن ناصر بن علي النعيمي ومن الجانب الآخر شاهيد حمد بن محمد بن عشيكر المري من ينطلق بالتحديات ينطلق بالإثارة ينطلق بالأداء المميز الجميل وهناك القدوم هناك الانطلاقات التحديات يأتينا مرحب أحمد بن محمد بن غنام الهام لمن ينطلق بأداء الجميل وهنا هنا يأتي الذكي راشد بن محمد بن دحروي العامري ونحن في الميدان الذكي هنا في هذه الانطلاقات والتحديات أول ندى أول ندى هنا للذكي القادم كفو أحمد بن مطر بن سيب اللاحج الهائري يأتينا في هذه الانطلاق الجميل والتحديات المتميزة يسلوم 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 نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذه الانطلاق ألف وثمانمائة متر هنا 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 هيلان 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 من انطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول علي بن ناصر بن علي النعيمي طلق بالصدارة النشمي من الجانب الآخر النشمي مطر بن سعيد بن حلوة لقتبي والقادم هنا شهين حمد بن محمد بن عسيكر المري يأتينا على المركز الثالث والمركز الرابع الفارس في المركز الرابع الراشد بن علي بن عبيج بن غدير نكتبي المركز الخامس هنا يأتينا كفو في هذا الانطلاق أحمد بن مطر بسيب اللاحج الهائري من ينطلق مع كفو هذه اللحظات على المركز الخامس وسادس المراكز المركز السادس هنا الله الله هنا منهي هذه الانطلاقات والتعديات هناك متعب أحمد بن محمد بن نغاش العامري وظاري مبارك بن محمد بن خرايط العامري أيضا في هذا الاداة يا سلوم وصل بن غنام بن غنام من الجانب الآخر مع مرحب أحمد بن محمد بن غنام الهامل يا سلام يا سلام وصلوا هلبوا الطلايب وصلوا هلبوا الطلايب جميل محمد بن خميس بن هندي لمهيري القادم في هذه اللحظات الكيلومتر الأخير الكيلومتر الأخير البصر بيتعلق ورقشاش يطيح هنا في الكيلومتر الأخير الله الله تحديات إثارة جميلة الله 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 جميل 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 من تسلل من العاشر إلى المركز الأول جميل 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 لمحمد بن خميس بن هندي لمهيري ومرحب من الجانب الآخر لمحمد بن أحمد بن غنام الهامل والقادم هنا القادم في أول ندى في أول ندى هنا شهيد سعيد بن راشد من سعيد الراشدي يسلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لمحمد من خميس من هندي لمهيري على الصدورة على المقدمة على المركز الأول وصدورة هذا الشهوط جميل إذن من ينطلق بالصدارة ينطلق بالمقدمة لمحمد من خميس من هندي لمهيري على هذا الأداء المميز الجميل سلام زعبيل سلام زعبيل على هذا الأداء سلام الاهباب هذه الانطلاقات والتحديات تهانينا لمحمد من خميس من هندي لمهيري على فوز جميل بالمركز الأول المركز الثاني وصل مشاهدين الكرام مرحب لأحمد بن محمد بن غنام الهاملي ويأتينا مخلص هنا لأحمد بن سعيد بن منانا والمركز الثوء الرابع شاهدين سعيد بن راهي بن سعيد الراشدي هنا من وصل على المركز الرابع والمركز الخامس متعب لأحمد بن محمد بن غاش الحامري ونعود مشاهدين الكرامي إلى التوقيت الزمني إلى التوقيت الزمني هنا في هذه الانطلاقة الجميلة مع جميل من أتى بثلاثة عشر دقيقة ساتة عشر ثانية ثلاثة من الأجزاء من الثانية تهانين ونموس على هذا الأداء المميز الجميل لمحمد بن خميس بن هندي لمهيري تيكرامبو منصور بينما المركز الثاني ثلاثة عشر دقيقة واحد وعشرين ثانية ثمانية من الأجزاء من الثانية مرحب لأحمد بن محمد بن غنام الهاملي هانين على هذا الفوز تهانين لق يا ابو ناصر على هذا الأداء المميز المركز الثالث فجعنا في الأمتار الأخيرة هنا بتحديات مخلص بثلاثة عشر دقيقة ثلاثين ثانية تسع من الأجزاء من الثانية تهانين لأحمد بن سالم بن سعيد بن منان تهانين ونموس للجميع هكذا مشاهدين متابعين الكرام تتواصل وانطر موسيقى اشتركوا في القناة